موسيقى حمدا لله قيوم السماوات والأرض ومن فيهن إله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع العليم أحمدك ربي حمدا لا يعد وأشكرك شكرا لا يحد على ما أنعمت علينا من نعم لا تحصى ولا تعد وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكي التسليم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا خير خلق الله إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعزائي المشاهدين إخواني أخواتي داخل وخارج الوطن عبر قناة البلاد نحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله طيبة مباركة وتحيتهم يوم يلقونه سلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنان مقاعد من نور بمن الله وجوده وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم لقاء الجمعة لا زلنا في رحاب شهر الأنوار شهر ميلاد النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم حديثنا معكم في هذه الجمعة المباركة حول الرحمة رحمة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه المولى سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في آية أخرى فبما رحمتي من الله لينت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك يسعدني بل ويشرفني أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة المباركة وفضيلة الدكتور فريد تريكي مرحبا بك دكتور الله يبارك فيك وستاذ أحمد وشكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة الله يبارك فيك شرفنا بحضورك نسأل الله عز وجل جعنا في مزان حسنتك آمين يا رب الله سبحانه وتعالى دكتور ونحن في رحابي هذا الشهر ودن الحديث على رحمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وما أحوجنا لهذا الحديث خاصة في هذا الزمن الذي طغط فيه الماديات وقل من يتكلم ويحدث الناس عن هذه الجوانب الروحانية وهذه الجوانب الطيبة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بدي أن ذي بيته محبين يتحدث عن قيمة الرحمة كقيمة اجتماعية وخلق سامي من أخلاق الإسلام بسم الله والصلاة والسلام من رسول الله أستاذ دحمان ومن خلالكم المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات نحن سعداء بالجلوس معكم والحديث إليكم في هذه الحصة المباركة وخاصة نررنا مع شهر الأنوار وحديثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هو شرف لنا الله أكبر وخاصة كنت تكلم على موضوع الرحمة كما أسلفتم أستاذ دحمان نحن في زمن القلوب فيه قسات بزاف القلوب تعمرت بالشحناء تعمرت بالحقد تعمرت بالبغضاء لازم نحاول أننا نتحدث ونرجع الناس ورجع الأمة إلى المعاني الربانية التي عرف بها النبي عليه الصلاة والسلام بسألة الرحمة أستاذ أحمد هي قبل أن تكون خلق للنبي عليه الصلاة والسلام خلق متميز أولا هي مشتقة من أسماء الله عز وجل نحن نقرأ في الفاتحة الرحمن الرحيم إذن صفة أو قيمة الرحمة هي قيمة مشتقة من عند ربي سبحانه وتعالى بل أنه لا يجب أن نستعرف أن ربي سبحانه وتعالى قبل ما يخلق الخلق كامل قبل ما يخلق الكون من المسائل الأولى اللي يخلقها ربي سبحانه وتعالى خلق الرحمة وخلق وحد الكتاب وليكتب وحد الكتاب مؤداه إن رحمتي سبقت غضبي وهذا الكتاب ره موجود فوق العرش من الأمور الأولى ورحمة أستاذ دحمان هي قيمة في الخلق وهي قيمة في الشريع شوف ربك يقول في القرآن الكريم إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكْ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ سبحانه وتعالى ويقول لك وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ العلماء يقول واحد الكلام لطيف يقول لك إِلَّا تُفيدُوا الْحَصْرِ يقول ربي إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكْ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ بمعنى ربي علاش خلقنا وش هي الغاية باش يرحمنا وكي نقول وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بمعنى ربي نهار مدلنا هذا الشريع وخاصة الشريع لجابه النبي عليه الصلاة والسلام الهدف أن ربي يعطان هذا النظام وهذا المنهج تعلح الحياة حب يرحمنا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وهذا القيمة أستاذ دحمان هي قيمة قاسم مشترك ما بين كل الأنبياء ربي يعطاها لكل الأنبياء يعني نقرأ مثلا في القرآن الكريم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على لسان آدم عليه السلام وعلى لسان نوح شيخ المرصانيل وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين وعلى لسان سيدنا موسى على لسان سيدنا موسى أغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين إذن هي قيمة ربي وزعها على كل الأنبياء وهذا الرحمة كامل يره موجودة في الوجود في الأساس ربي خلق مياه يعني مياه كين قدروا نقوله مية درجة ومية جزء كل هذه اللي رهي موجودة في الدنيا رهي جزء واحد وربي خلق تسعة وتسعين ليوم القيامة يعني كامل واش رهي موجودة الآن رحمة الأم بولدها رحمة الحيوان رحمة الأنبياء هذه كلها رهي جزء واحد من المياه وهي نعمة كبيرة أستاذ أحمد أنه ربي خلق تسعة وتسعين خلها ليوم القيامة بشي بينا ربي سبحانه وتعالى أنه في الكون أراد أن يرحمنا ويوم القيامة سيريد أن يرحمنا ربي سبحانه وتعالى وفي هذا الرحمة كلها أستاذ أحمد نقدر نقول ما توزع ما بين الأنبياء جميعا النبي عليه الصلاة والسلام الدم نصيب الأكبر لذلك الآية اللي قريتوها أستاذ أحمد قلت فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ يعني هذا الرحمة لي عندك يا رسول الله منين جاتك؟ جاتك من عند ربي سبحانه وتعالى سي بورسانتا إنسان لين حتى يكون قولوا وش معانتا الرحمة؟ وش معانتا إنسان عنده رحمة؟ معانتا إنسان عنده الحنة في قلبه إنسان عنده الرقة في قلبه إنسان عنده الرفق في قلبه إنسان عنده اللطف في قلبه الإنسان يمشي مع الناس بالسياسة إنسان ما يتقلقش عن الناس يصبر على الناس هذا وش معانتا أنه إنسان رحيم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ إذن هذا الرحمة ليعطاها ربي للنبي عليه الصلاة والسلام هي قيمة وخلق متميز مصطفى عليه الصلاة والسلام نجد هذه الرحمة متجلية في صور يعني بهية وصور رائعة وصور حضرية لرحمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بدي أن يبدأ لو تحدثنا عن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المذنبين مع العصات من أمته فتجد يعني تلك المعالي السامية لرحمته عليه الصلاة والسلام بهؤلاء المذنبين والعصات يعني أستاذ الرحمة النبي عليه الصلاة والسلام يحب يعلمنا واحد المنهج واحد يكون مذنب يعني شغل واحد راح غريق راح حاصل والإنسان الغريق والمذنب واش يحوس يحوس ما شي واحد يقوله كم لغرق زيد غرق لا يحوس شكل يحكم له اليد باش ينقضه وهذا معناتها رحمة لذلك في وقائع كثيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا واحد اللطائف كيفاش كان يتعامل مع المذنبين يعني نعطيلك بعض الأمثلة مثل أول مثل أن يجي واحد ارتكب جريمة الخيانة العظمى في التعبير المعاصر وهو حاطب بن أبي بلتع خرج سر كبير التعدول الإسلامية وخبر بها كفار قريش والنبي صلى الله عليه وسلم ما عجبوش الحال اغطاف من ذلك لو كانوا بالتعبير المعاصر وقلوا هذا واحد اللي خال واش العقوبة الاعدام سيدنا عمر يأتي يقوله يا رسول الله خليني القطع رقوبة واش يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقوله يا عمر يقوله ما يدريك لعل لا لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا الإنسان اللي راه الدار ما لقريد دار جريمة خيانة عظمى ولكن سبق حاجة مليحة يا عمر واش يصر له كان الناس يقوله إن محمدا يقتل أصحابه يعفو عليه النبي عليه الصلاة والسلام ورب ينزل في فواتح سورة الممتحنة حديثا حول هذا الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه يسمح له يجي واحد كما ماعز يرتكب جريمة الفاحشة الزنا يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقر ويعترف باش النبي صلى الله عليه وسلم يطبق عليه الحد باش ينظفه في الدنيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يطبق عليه الحد واش يقوله لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك نظرت وكأنه نبي صلى الله عليه وسلم هولي كان يحوس لقالوا المخرج باش يقولep بالك ما درتش هذا الشي بالك درت حاجة وحدود أخرى خفيفة بالك درت حاجة وحدود أخرى خفيفة المهم في النهائة باش ميتطبقش عليه الحد جيل النابي صلى عليه وسلم واحدة امرأة ايضا تعترف بأنها كانت حبلة من الزنا جيل النابي صلى عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم يصرف عنها وجهه ميحبش يسمع لكلام تاحها هذا معنى من معنى رحمة الله عليه الصلاة والسلام يجي واحد أستاذ دحمان ينتهك حرمة رمضان في النهار لازم عليها لازم عليها العقوبة الكفارة يجي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم باش تكفر على الذنب بتاعك اعتقرقها بعد يعني شوف واحد اللي راه عبد شيري له الحرية تعوه خليه حر يقول له يا رسول الله ما عنديش ما عنديش باش يشيري له الحرية تعوه يحوس له النبي مخرج آخر يقول له صوم شهرين متتابعين يقول له يا رسول الله ما نقدرش كيفاش نصوم هنا شهرين متتابعين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم روح أطعم 60 مسكينا يقول له ما عنديش درهم يا رسول hare كيفاش نملك لنا 60 مسكينا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أخي ذحمن يجيب كما يقوله حنا يهو شكرة على طمر هو ليعطي له هذا الطمر يقوله روح صدق بها على فقراء وعلى مساكين المدينة يقول له يا رسول الله ما كانش واحد فقير وكانش واحد مسكين كثر مني في المدينة المنورة فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم هذا كتمر يقوله أطعمه أهلك واستغفر ربي سبحانه وتعالى وروح قضي هذا كمهار يضحك النبي عليه الصلاة والسلام هذا ارتكب حاجة تجيب عليه الكفارة يجي واحد أستاذ دحمان كما نقوله إحنا يلوث المسجد يدير نجاسة داخل المسجد يجي والصحابة ما يعجبهمش الحال يبدوا يزعفه وكذا يقولهم نبي صلى الله عليه وسلم خليه ما تقطعوش عليه البولة تعو إنما بعثتموا يسيرين ولم تبعثوا معسيرين يقولهم روحوا جيبوا بيدون تعال ما فرغوه وزعوه على هذا النجاسة تعو إنما بعثتموا يسيرين ولم تبعثوا معسيرين حتى هذاك الإنسان الأعرابي كي شاف هذاك رد الفعل الرحمة تعالى بيصلى عليه وسلم واشيقول يقول الله مرحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا إذن هذا مثال واضح ومثال بين أنه واحد كيكون أذنب واعترف وارجع الحاجة اللي يحتاجها مننا بالدرجة الأولى وهذا الطريقة ولهذا القيمة نحتاجها أنا في زماننا هذا أستاذ أحمان أنه واحد كيكون أذنب وارجع للطريقة ما لازمش نكون ضانيوه ما لازمش نعطيه له إحنا يسوكوك للقيشة لأننا في القيشين خرجوا للشاك نقوله أنت كريح الجهنة ما أنت ربي ما يسمح لك أنت ربي ما يغفر لك هون بيصلى عليه وسلم كانوا يقابلوا المذنبين بصدر رحم هذا مثال أول عن المذنبين نعم شيخ وحدا الذي يتأمل في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام يجده حتى رحمة بأعدائه نعم يعني لو مش غريب يعني كنت حدثوا عن رحمة بالمذنبين لكن رحمة بالأعداء فهذا خلق فريد لنبينا عليه الصلاة والسلام وهذه أعلى وأسمى درجات الرحمة أنه واحد يدير لك الشر وراه يحوص كيفاش يتخلص منك ويستعمل كل الطرق باش يحاربك وأنت رك تخمم في هدايته وهنا يجي بين أعينينا أستاذ أحمد يعني مقاطع مختلفة المقطع الأول يعني في واقعة الطائف نهار نبي صلى عليه وسلم يعني حرضوا عليها الشباب وسبوه بسقوا على وجهه وارموه بالحجارة ويجيه ملك الجبال يقولوا يا رسول الله إذا كان حبيت انطبق عليهم الجبال انطبق عليهم الجبال واش يقول نبي صلى عليه وسلم يقولوا لا إني لأرجو أن يخرج الله من بين أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له أنا ما نش نحوس أنه هذا الناس نهلكهم انقرهم الدنيا راني حاب بلك رب يخرج من قلوبهم الناس يعبدوا ربي سبحانه وتعالى مقطع ثاني في فتح مكة النبي صلى عليه وسلم كان عنده كل القوة باش ينتقم وهذه اللي را يديرها الآن الجيوش المعاصرة الناس اللي راهم ما عندهم لا رحمة ما عندهم لا خير في قلوبهم أنهم كي تكون القوة بنيديهم نهار يدخلوا المدن يدمرون المدن عن آخرها ما يخليوا حتى حاجة تتحرك نبي صلى عليه وسلم في فتح مكة أستاذ أحمان يجي واحد من الصحابة يهز واحد العلام مكتوب عليه يمشي به يقول هذا يوم الملحمة كما نقوله احنا بالتعبير الدرج نهار اليوم يجري الدم للركب كما يقولون يقولهم نبي صلى عليه وسلم نحولوا هذاك هذاك العلام اللي رهازوا وقلوا اليوم يوم المرحمة اليوم مش من يوم الملحمة ما القريراني عندي كل القوة لكن اليوم ليس يوم الملحمة اليوم يوم المرحمة اليوم يعز الله الكعبان ويجيوا يقولوا له يا رسول الله واش نديروا الأولاد المشركين نقتلوا أولاد المشركين يقولهم نبي صلى عليه وسلم وهل خياركم إلا أولاد المشركين انتم يا الصحابة لمخيرين فيكم لمخيرين فيكم والديكم واش كانوا ما مش مشركين وهل خياركم إلا أولاد المشركين جي يا أستاذ دحمان غزوة أحد السنة الثالثة من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يتجرح ويسيل الدمتاع ويطيحول وسنانه ويجي والصحابة يقولوا له ادعي بعض منهم يقولوا له يا رسول الله ادعي على هذا الناس واش داروا فينا يقولهم نبي صلى الله عليه وسلم لا إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة أنا ما خلقنيش ربينا لعن الناس ما القري واش داروا ما القري واش داروا ولكن إنما بعثت رحمة يموت واحد يهودي احنا بالتعبير الدار جديد في وكين هدرون يهودي له لا يردوا له لا يسلكوا له لا يرجعوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يموت واحد يهودي يبكي النبي صلى الله عليه وسلم واش يقول قولوا له علش تبكي يقولهم نفس أفلتت مني إلى النار هاي نفس راهي ما تتماهيش على طريق الإيمان على طريق الإسلام أنا راني متألم نتمنى لو كان حتى واحد عدوي ما يروحش الجهنم وإنما يكون معي الجنة هذه ربما بعض المقاطع أستاذ أحمد حول الرحمة بالأعداء نعم شيخ كذلك في جانب آخر من جوانب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي رحمته بالأطفال هذا كذلك خلق جم من أخلاق مصطفى عليه الصلاة والسلام نحن اليوم أستاذ أحمد راهي في كثير من أصارينا وفي كثير بيوتنا راه ناس دايرين جرائم مع أولادهم دايرين جرائم مع أولادهم أحيانا تلقى واحد مدين مصلي باسم الإيمان وكذا تلقاه مع أولاده أضرب بخبط يعوره ويخلي فيه كشعيب يخلي فيه كشعاها مستديمة هو ذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه أنس بن مالك رضي الله عنه ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من النبي صلى الله عليه وسلم مكنش واحد عنده الرحمة بأولاده كما النبي صلى الله عليه وسلم شوف أحيانا يدخل في الصلاة روايات تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى الصلاة فيريد أن يطيل فيها يحب يطول وبطبيعة الحال يصليه من ورائه النساء فيتجوز في صلاته وش مع أنت يتجوز في صلاته يا أستاذ عمال يعني يختصر ما يتطولش لأنه يصليه موراها النساء لما رأى هذه اللي تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم كي تسمع البكاء التي أوليدها يبكي وهي رأي في الصلاة كش ما يبقى لها خشوع ما تكون سنتريش ما تركش مع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة ويقصر في صلاته شي قصر يعني يصليهم زوجة ركعاد وإنما يصلي صلاة خفيفة لماذا؟ لأنه يسمع بكاء الصابية خشيتاء خشيتاء أن الأم التعو تتأثر ببكاء ولدها عليها كي تخاف أنه يخاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تبكي عليه ما تركزش معه في صلاة ينقص في الصلاة يختصر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كالنبي صلى الله عليه وسلم يسلم على أولاده يحكم الحسن والحسين يقبلهم ويسلم على أولاده يجي واحد يقوله يا رسول الله أنا عندي عشر أولاد عمر إلا سلمت على واحد منهم عمر إلا قبلت واحد منهم يستغرب كيفاش النبي هذا اللي ره قائد تعال الأمة عنده الوقت باش يقبل الأولاد ويلعب مع الأولاد واش يقوله نبي صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم واش نديرلك إذا كان أنت ما عندك شرح ما في قلبك إذا كان الأولاد ما ترحمه ومش ما نرحمكش وشوف أحيان نستد حمانا يكون في المنبر حنا في المنبر المفرض الإنسان يكون في المنبر ما يتحرك ما يلعب ما يهدر لازم يخشع مع الإمام ويركز مع الخطبة على الإمام النبي صلى عليه وسلم ما يصعد إلى المنبر يصعد إلى المنبر أستاذ أحمان يعني يخطب ويجي يهبط يحط راسه يبدأ يصلي يسجد يجي الحسن وللحسين يطلع فوق ظهره لو كان واحد مننا اليوم مستد حمان يجي يصلي أوليده يطلع فوق ظهره واش يدير يهزو يرميه يقدر يعيبه كيفاش انت واش بيك المرأة يقدر يدوس مع ورطه ويقدر يتطلقها يقولها واش بيك يا مرأة حكمي أوليدك أنا رني في صلاة أنا مع ربي ما كمش تحكموا للولاد نبي صلى عليه وسلم يجي الحسن وللحسين يطلع فوق ظهره ونبي صلى عليه وسلم ما هو ساجد يبقى ساجد يطول حتى واحد من الصحابة كان في الصفوف يتقلق قال لك النبي صلى عليه وسلم هلك ما صره له يرفع رأسه يلقى النبي صلى عليه وسلم ما زاله ساجد نهار يسلم النبي صلى عليه وسلم يجي هذا الصحاب يقولوا يا رسول الله واش بيك وش صرا لك علش طولت في السجود وش يقول له إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله قبل أن يقضي حاجته على بركة طفول صغيرة شحال يعجب كيكون بابا كيكون مساجد شغل يعطي له ظهر يحب يركب فوق ظهر بابا قال لوليدي هذا راهم ريح فوقي عجبوا الحال راهم استمتع خليته حتى نيكره حتى نيتعب بش نرفع رأسي من السجود والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس موش يصلي واحده الصحابة راهم ساجدين هو ساجد في مقطع آخر نبي صلى الله عليه وسلم يهز يهز أمامة بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي كيكون واقف يهز فوقيديه كي رح يسجد يحطها في الأرض وهكذا هذه من مقاطع من معاني كيفش النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الأولاد يلقى واحد واسمه عمير عنده كما نقوله حنا طائر عنده فرخ صغير هذاك الفرخ الصغير مات له يجي ليه نبي صلى الله عليه وسلم يقصر معاه يمازحه ويواسيه يقول له يا أبا عمير ما فعلنه غير وش صرال هذاك الفرخ تاعك وش صرال هذاك الطير تاعك شوفوا هذا الرسول العظيم أعطاله ربي هذا الرحمة أنه يعطي الوقت حتى أنه يواسي طفل صغير ليبكي على العصفر التاعول الفرخ التاعول نعم الشيخ نوفال لهذه رحمة النبي عصاصم بالبشر لكن رحمته تعدت كذلك حتى للحيوان والجماد نعم بارك الله فيك أستاذ أحمن وهذه قمة في الحقيقة لو كان جينا من ناحية المنهجي يقبل منه ضروع الرحمة بالإنسان نهضروع الرحمة بالحيوان والجماد حتى الجماد يعطي له قيمة نحن نقول الجماد يعني حجرة طراب حاجة لم تحس موالو طيب حنا ما تحس عندنا ولكن ربي كل حاجة يخلقها دار لها النظام التاح ودار لها القيمة التاح شوفوا أستاذ أحمان في واقعة صناعة المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام الناس كما تعرف قبل ما يصنعوا المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة فوق جذع نخلة يطلع كما نقوله احنا يا فوق الجذع التاح نخلة ويخطب في بلسة عالية باش يشوفوه لكن صنعوا نهار صنعوا المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام خلى هذاك الجذع ولا يخطب فوق المنبر هذاك الجذع كما نقوله احنا يا حنى للنبي عليه الصلاة والسلام رب عليه الكبدة ولا هذاك الجذع يصدر واحد الصوت هذاك الصوت يدل على أنه هذا الغصن ولا هذا الجذع يفتقد لشخص النبي صلى الله عليه وسلم حسب الفرق تعالى نبي صلى الله عليه وسلم واشه دير نبي صلى الله عليه وسلم ينزل من منبر استاذ بحمان ويروح الى ذلك الجذع فيحتضنه ويحضنه ويقول الصحابة لو 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 لم اعتنقه لحنة الى يوم القيامة يعني انهار نبي صلى الله عليه وسلم حضن هذه الشجرة ولا هذا الجذع تعالى الشجرة هذا الغصن ولا سكت كانوا الصحابة يسمعوا له واحدة الصوت كيش والطفال صغير اللي فرقته يماها مقطع ثاني غزوة احد انهزم النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب مفارقة او مخالفة الصحابة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم باش ميجوش الناس في المستقبل يقولوا هذا جبل احد مربحناش عليه يطيروا به يقولوا هذا البلاصة هذه مربحناش عليها انهزمنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم تبليس فيها وماتون كذا من الشهداء وش يقول نبي صلى الله عليه وسلم يقول على جبل احد هذا جبل يحبنا ونحبه جبل يحبنا ونحبه كيفاش نحبه ما القرحنا رانان هزمنا واننا بي صلى الله عليه وسلم احب يوصلنا واحدة رسالة استاذ احمان بل لهذا الجبل ما القريرها حجرا ولكن ما لازمش يا ناس طيروا به ارحموا الجماد هذا جبل يحبنا ونحبه هذا في معرض الحديث عن الجماد اما الحيوان استاذ احمان حدث ولا حرج الحيوان حدث ولا حرج الناس كامل تعرفها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كانت واحدة لعجوز انسى نمومنا انسى نتقي ولكن اربي دخلها الجهنم كما يقول نبي صلى الله عليه وسلم لاجل هرة حبستها فلا هي اطعمتها اذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض لاجل هرة قطة يقول نبي صلى الله عليه وسلم اذا كان واحد يعني حرم القطة من الحرية وحرمها من الاكل هذا العجوز دخلها ربي الجهنم وفي الوقت نفسه قلنا بي صلى الله عليه وسلم امرأة بغي من بني اسرائيل كما نقولوا احنا يا مرأة فاسدة تبيع الشرف التاحة لكنها لما تابت وش جعل ربي السبب التوبة التاحة انها سقت كلبا لانها رحمة حيوان ربي سبحانه وتعالى اغفر لها ذنوب التاحة وربي سامحها من اجر ما في حق الحيوان يقول نبي صلى الله عليه وسلم يكون نهاية التعوم تدخل جهنم ومن سق كلبا يكون تكون هذه السقيا ولا هذه السقيا سببا لنجاة من النار دكتور قبل الختام نعم حبينا الختم بمعرض الحديث عن رحمة نبي عصصا بالامة جميعا نعم وهذا شكل او صورة من صور رحمة ان النابي صلى الله عليه وسلم ما ننسى لذا الكثير من يقول امتي امتي واحيانا يجي حب لو كان حاجة تتفرض ولكن يقول لو لأن اشق على امتي لا امرتهم بالسواك مثلا عند كل صلاة ولا في كل وضوء يعني راني خايف رحمة بالامة راني خايف لو كان نديرهم حاجة ولن أمرهم بحاجة يديروها يتبعوني يفرضها عليهم ربي سبحانه وتعالى بلك ما يقدروش تقول السيدة عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ليدعو العمل وهو يحب ان يعمله خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم يعني حبي دير حاجة لكن يخاف لو كان الناس عنده في ذلك وليه ربي يفرضها عليهم تولين مشقة عليهم يخليها النبي صلى عليه وسلم من ديراش رحمة بأمته عليها الصلاة والسلام لذلك في المرة من المرات أستاذ عمان النبي صلى عليه وسلم كان يبكي ربي سبحانه وتعالى يبعث جبريل عليه السلام يقولوا وروح شوفوا علش يبكي وربي أعلم بذلك يقولوا أمتي أمتي راني نخم مع الأمتاء كل الأنبياء دعوات تاحهم طلبوا من ربي أن نستجبلهم في الدنيا وانا دعوة تعي خليتها اليوم القيامة أمتي أمتي ربي يبعث جبريل ويقول قول للمحمد صلى عليه وسلم إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك الله رفقا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبقلبي النبي عليه الصلاة والسلام هذه ربما أستاذ الحمان كيما يقول أهل اللغاء هذا غيظ من فيض نماذج كثيرة لرحمة النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في أمس الحاجة في زماننا هذا أن ننهل من هذا النبع نبع الرحمة ونسقطه على كثير ممن يعيشون معنا من الأعداء من المذنبين من نسائنا من أطفالنا من الحيوان من الأمة جمعا الله يجزيك دكتورنا الفاضل على هذه الكلمات نسأل الله عز وجل نجعلها من سليحة سلاتكم إن شاء الله ربي بارك فيك إن شاء الله إخواني أخواتها قد وصلنا لختام هذا العدد إن شاء الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل نكون استفدنا مما فيه من العبر والعيضات وأن نقتبس من رحمة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وعيدنا معكم يتجدد الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة